بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الخامس والتسعون من مجالس شرحنا على نظم نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لنظمها الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه لازلنا مع الفصل الثاني في من يصادق ويصاف وعند قوله بالضبط يسره ما سرك ولا يذيع سرك أي أن من صفات الصديق الصالح الناجح الذي تدوم العشرة معه دنيا وأخرى أنه يسره ما سرك وهذا خلق الموافقة واتحاد الشعور أيضا ولا يذيع سرك ونحن بصورة أدق في هذا الشطر سبق معنا بيان السر وحقيقته وذكرنا فروقا بين السر وبين بعض الكلمات كالكتمان والإخفاء والنجوة والآن نذكر ما جاء حول السر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أشار إشارات حول السر وحفظه في القرآن الكريم من ذلك ما جاء في قصة يوسف وأبيه عليه السلام حيث أسر يعقوب عليه السلام لابنه يوسف بسر ألا وهو الرؤية التي رآها قال الله تبارك وتعالى على لسانه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين يقول الإمام بن كثير رحمه الله ومن هذا يأخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر أي أن الإنسان عليه أن يكتم نعمته وأن يسرها عن الناس حتى يكتب الله عز وجل أن تظهر بينهم ويقضي بذلك أما قبل ذلك فيسهر ويسعى كي لا تظهر لأن كل ذي نعمة محسود هذا هو القصد من أمر يعقوب لولده يوسف أن لا يقص الرؤية على إخوته أيضا كذلك مما جاء في القرآن الكريم كتمان الإيمان والإسرار به في حال الاستضعاف كما في قصة مؤمن آل فرعون قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهد من هو مسرف كذاب قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فهو يكتم إيمانه للاستضعاف الذي كان فيه فلو أظهره لتأذى ولا ما عبد الله كما يريد سبحانه وتعالى هذا هو المقصود وأما في السنة النبوية فآثار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول كتمان السر أصرحها وأوضحها ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وهذا فيه وعيد عظيم وهو أن يكون مفشي السر من شر الناس يوم القيامة وفيه أيضا أن أجرم ما يكون إفشاء السر فيه هو ما كان بين الزوجين لأن عادة الزوجين أن يكون على الطلاع بعيوب بعضهما البعض لسيما العيوب الباطنية وكذا شؤون بعضهما البعض من أمور الأموال والأعراض وغيرها فالسر يكون جد حساس وخطير في هذا المقام أيضا ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة والحديث هذا صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله وفيه أن الإسرار وسيلة يمكن استعمالها متى اقتضت الحكمة في الحديث وأن السر مقدس حتى سماه رسول الله أمانة وفيه أيضا وهذه لفتة حري بنا أن ننتفه لها أن الثالث من الناس إذا رأى رجلا يحدث ثانية ويلتفت مخافة الإنصات الغير له عليه أن يتأدب فلا يحشر نفسه بينهما وليحترم أمانتهما وليحسن الظن في ذلك ففيه راحة واطمئنان والله أعلم نقتصر على هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد